مزيد من النيران، مزيد من الخروق، مزيد من الضحايا والدمار هكذا بدى الوضع في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا 108 مدنيين، بينهم 26 طفلاً وأربع وعشرون امرأة قضوا حتى الآن خلال الأيام الماضية وفق ما أعلنته الشبكة السورية لحقوق الإنسان والحصيلة قابلة للزيادة مع تواصل القصف الجوي والمدفعي على مدن وقرى أرياف حلب وإدلب وحمى الذي تسبب أيضاً في إصابة المئات ونزوح 150 ألفاً من مناطقهم استراتيجية دبيب النمل هي ما يعتمده النظام السوري لقضم إدلب ومحيطها ما أدى إلى اتساع نطاق المواجهات بين قوات النظام وميليشيات تساندها من جهة وبين الفصائل المعارضة التي تحاول التصدي لهذه القوات ومنعها من السيطرة على مواقع ذات أهمية عسكرية في الوقت الذي تتعمق فيه مأساة عشرات الآلاف المدنين النازحين في مناطق الاشتباكات وكعادتها انبرت موسكو للدفاع عن الهجمات والمجازر التي ترتكبها قوات النظام متحججة بوجود هيئة تحيير الشام في إدلب إذ أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن القاعدة الجوية الروسية في حميميم تتعرض للقصف من قبل جبهة النصرة في إدلب في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أن النظام السوري وروسي انتهكى بالغارات الأخيرة اتفاق وقف إطلاق النار الببرم بين أنقرة وموسكو وأشار إلى أن الوضع الإنساني في المنطقة ازداد سوءا بشكل مفزع لكنه لفت إلى أنه سيكون هناك رد على الهجوم في حال استخدمت الأسلحة الكيميائية وهو نفس الدور الذي أخذته الأمم المتحدة عبر دعوات متكررة لوقف إطلاق النار وتعبيرها عن القلق من استهداف المدنيين والبنى التحتية وإجراء اتصالات مع الدول الضامنة لمسار أستانا وهي تركيا وروسيا وإيران لوقف الغارات الجوية المكثفة في منطقة خفض التصعيد لكن كل الدعوات للتهدئة لم تجد صدى لدى النظام وحلفائه على الرغم من الفاتورة الباهظة التي يدفعها المدنيون فقد وضعت قوات الأسد ثقلها العسكري من أجل إحداث اختراق كبير في محورين في خاصرة حما الشمالية الغربية ما يمهد الطريقة لها للسيطرة على عدة نقاط استراتيجية لكنها تواجه مقاومة شرسة من قوات المعارضة التي تسعى للحفاظ على معقلها الأخير